السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أخوتي في قناة نتمنى من الله تكونوا كاملين بيخلوا على خير إن شاء الله يربي فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم إن شاء الله أخوتي هنشارك معكم هذا العصير هذا عصير البارباء أو الشمنطر عصير صحي ومفيد الجسم ديالنا ومفيد الناس اللي عندهم فقد الدم النساء الحواميل وحسن الناس اللي عندهم القبض المهم أخوتي على بركة الله كنحتاجو ثلاثة البارباء كنحتاجو تفاحة وكنحتاجو جوج ليمونات أو حامضات كنحتاجو الليترو دياللماء وكنحتاجو ثلاثة ديالمعالاق ديالسكار ساندة بالنسبة للسكر كيبقى على حسب الضوء ممكن تزيدو الكمية وممكن تنقصو بالنسبة لي أنا جاني هو هذا مجاش حلو بزف ومجاش ناقص جم زيان مهم أخوتي كنقشروا البارباء غير من جويها مهم بحل كيف مموضح في الفيديو وكنخليوها بالقشرة ديالها كنقطعها على ربعة وكنديروها تسلق مدة ديال أربوع ساعة مهم أخوتي ملي تسلقات لنا البارباء حتي تعلاج متبرد وغندوزو نحكو هاد الحامضات هادو حاجتنا بالقشرة ديالهم مهم أخوتي ملي حكيت الحامضة اللي عندي غتي نقشرهم وغتي نقطعهم دوائر ونحاولو نحيدو منهم العلفة ديالهم نحقاش العدم أو العلفة كي إلا خليناه إلا دازلنا شي واحد غادي يجينا العاثر فيه المرورة نحاولو ننقيوهم زيان من بعد أخوتي غادي نقطعوا السفاحة ونخلىها بالقشرة ديالها صفي وغادي نطحن هاد المكونات مهم أخوتي من بعد قشرت البارباء هنا عندنا قشرتها صفي وغادي نضيف عليها السفاح والحامض اللي اللي تحنه غادي نضيف عليهم دك اللي ترود يلمى وغادي نضيف سكر سانيدا أو سكر الخاشين نطحن المكونات ممكن تطحنوا بالميكسور بحليقه هنا وممكن إلا عندكم مولينكس نضيف مولينكس يكون أحسن ما اللي تحن تولبنات غادي نصفيه مزيان مهم هنا أخوتي من الصفات العصر مزيان كما كتشوفو هاد البقية الصفي يعني غادي غير يتلاحو العصر كيجي صراحة ما كيجيش تقيل بزاف وما كيجيش خفيف كيجي هو هاداك هاد الكمية اللي اعطيتكم ديال الباربو والليمون وتصفح كيجي مزيان صراحة مع ايطر ديال الماء وكيبقى هادا هو شكل نهائي عصير مفيد وصحي نتمنى على فيديو عجبكم أخوتي وكنقول لكم مع فيديو جديد في أمان الله وحفظه ما السلامة شكرا شكرا شكرا